مليون دولار الحياة جانب بجانب هذه الصادرات الغير بترولية وجدنا أن الصادرات البترولية أيضا نمت والرقم بتاعها الحياة حققت 12.9 مليار دولار أمريكي معنى كده أن إجمالي الصادرات المصرية لما بجمع الاتنين مع بعض بلغ 45.2 مليار والحياة ده أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها كله ويمكن الحياة باستعراض الرسم البياني اللي قدام حضراتكم هنجد أن يعني كانت أعلى رقم وصلت له قبل كده الصادرات المصرية هو 36.7 مليار 10 وده كان في العام المالي 2010-2011 ولكن النهاردة إحنا الحمد لله بنتكلم على رقم 45.2 مليار 10 اللي هو إحنا بنعتبره النهاردة خطوة في إطار تحقيق توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن لازم الصادرات المصرية تتجاوز 100 مليار دولار في خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة وإن إحنا نتحرك كحكومة على تشجيع كل القطاعات الصناعة والإنتاج اللي في الاقتصاد المصري عشان تحقق هذا الهدف المهم جدا الحقيقة لما يعني شيء آخر جدير بالذكر إنه لما بنستعرض هيكل الصادرات بنجد وده اللي قدامنا برضو وده شيء مهم إن الجزء الأكبر من صادراتنا هذا العام بنسبة 71.5% هو للصادرات الغير بيترولية وليه بقول ده إنه شيء مهم لأن الصادرات غير بيترولية هي اللي بتشمل كل قطاعات الصناعة ودي كان برضو أحد توجيهات فخامة رئيس للحكومة المصرية بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة ويعني الحد من الواردات والاعتماد بصورة يعني متدرجة على الصناعات المحلية فكون النهاردة الصادرات الغير بيترولية بتبقى 71.5% والصادرات البترولية فقط 28.5% ده إنجاز كبير لأن السنة اللي أنا كنت بتكلم عليها اللي هي كانت تعتبر يعني أعلى سنة قبل كده اللي هي عشرين عشر عشرين حداشر اللي هي كانت 36.5 مليار دولار كانت نسبة الحقيقة الصادرات البترولية فيها يعني تتجاوز الـ 35% فبالتالي النهاردة إحنا بنقول لأ في حتى في تركيبة الصادرات بتاعتنا الحقيقة النهاردة ده شيء محمود وشيء جاي جداً إن الصادرات غير البترولية اللي هي في الأساس القطاعات الصناعية الإنتاجية هي دي اللي النهاردة بقت تتجاوز الـ 71% والحقيقة ده يمكن جهد كبير جداً قامت بيد دولة مصرية من خلال العديد من المبادرات الحقيقة يمكن إحنا أخذنا بالرغم وده يعني نرجع كده ونستوقف إحنا عملنا كل الكلام ده في إطار ظروف استثنائية في إطار ظروف جائحة موجودة على مستوى العالم شفنا إنكماش للاقتصاديات على العالم كله والنهاردة مش فقط إنكماش في اقتصاديات ويمكن غلق للصناعات كثيرة على مستوى العالم إحنا مصر كانت واخدة من البداية منهج آخر متوازن شجعنا القطاعات الصناعية والقطاعات التصدير علشان تحقق مش فقط إنها تبقى ولكن كمان تحقق طفرة وتحصل تقدم ويمكن كانت من أهم المبادرات اللي قامت بيها الحكومة المصرية موضوع المساندة التصديرية من خلال إن إحنا الحقيقة يعني أسرعنا الخطى بصورة كبيرة جدا في برنامج دعم الصادرات وصرف مبالغ كانت الحقيقة متأخرات يمكن بتعود لعام 2012 2012 بقالها فعلا كانت حوالي 8 سنوات متأخرة وكان بيعاني الحقيقة كل المصدرين من تأخر هذه المبالغ الحقيقة خصصنا مبالغ بحجم كبير جدا تجاوز ال 31 مليار وسددنا جزء من هذه المبالغ بالفعل أو كل هذه المبالغ تم تخصصها فعلا وسددها للمصدرين والمصنعين وده اللي مكنهم الحقيقة الحمد لله من تحقيق التفارات الكبيرة اللي حصلت في هذا العام أيضا كان في إطار تبسيط إجراءات المنظومة الجمارك والتسهيل حركة التجارة الدولية وده يمكن كانت مشكلة كبيرة جدا بتواجه التجارة البينية في مصر سواء الدخول الواردات أو خروج الصادرات ويمكن الحقيقة بدأناها بمنظومة متكملة من خلال منصة نافذة اللي كان فيهدافها فكرة الشباك الواحد وأيضا طبعا خطونا خطوة هامة جدا يمكن سبقنا بها عدد من الدول المتقدمة وهو ما يطلق عليه نظام التسجيل المسبق للشحنات ويعني إيه الكلام ده وده طبقناه بالفعل بشكل إلزامي من شهر أكتوبر الماضي معناها ببساطة شديدة كان بيحصل إيه قبل كده كان بتبقى الشحنات اللي أي حد عايز بيستورد شحنة يبدأ ياخد إجراءاته برا البلد وييجي بيها وبعد ما توصل هنا يبدأ إجراءات زي ما بنقول الاستخراج والإفراج عن هذه الشحنات والكلام ده كان بيستغرق وقت طويل جدا جدا وإجراءات بيروقراتية بل أحيانا كان بيتم رفض الشحنة وبنقع في مأزق اللي كان استوردها طب بيقول أنا خلاص أنا منيش دعو بيها ومش عايزها ونفضل عندنا تراكمات هائلة فالحقيقة هذا النظام ببساطة شديدة هو نظام رقمي ومميكا إن من قبل ما الشحنة تخرج من البلد المنشأ من بره بيتم تسجيلها على الكمبيوتر وتتبعت هنا عشان نبقى احنا على علم كامل بالشحنات اللي بتيجي ودي أنا عايز أتوقف عند هذا الموضوع إن هدف هذا الموضوع في الأساس غير إن هو تبسيط وتسهيل الإجراءات إن احنا نعمل حوكمة بمنتهى الأمانة على جودة المنتجات اللي بتيجي مصر وبتدخل مصر لإن احنا عندنا كانت مشكلة وطبعا برضو ما زالت موجودة إن يعني عدد غير قليل من المنتجات اللي بتدخل إلى مصر ممكن نقول إنها ليست بالجودة المطلوبة اللي المفروض إنها تحقق بجد يعني تبقى على مستوى المواطن المصري وحاجة تبقى بمستوى جيد لإن ببساطة شديدة لما بتدخل سلعة رديئة حتى لو هي بتتبعها رخيصة أنا آسف أقول بعد شهرين 3-4 بطبوز وبيضطر المواطن يشتري واحدة تانية وبالتالي من المهم جدا إن احنا نضمن كدولة وده حق المواطن علينا إن يبقى فيه جودة للمنتج اللي داخل علشان نضمن نضمن إن ده فعلا يحقق إن يبقى المبلغ اللي بيدفعه المواطن المصري لهذه المنتجات يبقى فعلا يعني بيحتفظ بقيمته وعشان كده يمكن إحنا كنا حطينا لما بدأنا تطبيق هذا الموضوع في أكتوبر 2021 قلنا إن احنا مصاحب ليه وبالتزامن معاه حيتم تطبيق كل المعايير الفنية لكل المنتجات اللي بتدخل لمصر اللي بتتوافق مع المعايير اللي وضحها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو اللي بيطلق عليها الأو إي سي دي وأيضاً الدول المتقدمة وعلى رأسها معايير الاتحاد الأوروبي ولكن الحقيقة طبعاً علشان ما نعملش نوع من اللخبطة في السوق احنا قلنا حنبدأ هذا الموضوع بطريقة استرشادية على أن يتم التطبيق الإلزامي لهذه المعايير الخاصة بالجودة من شهر مارس القادم وعشان كده يمكن إحنا النهاردة تركنا من فترة من أكتوبر لغاية هو بداية فبراير كفترة تجربية والمعايير دي بتطبق بطريقة غير إلزامية أو طريقة استرشادية ولكن احنا يمكن خدنا قرارنا جوى مجلس الوزراء أنه لازم اعتباراً زي ما قلت لحضراتكم من بداية مارس حيبقى التطبيق إلزامي وبناء على هذا الكلام احنا قررنا أنه حيبقى هناك مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد وده حيتم الحقيقة البدء في تطبيقها بالتنصيق مع البنك المركزي علشان هدفها في الآخر هو حوكمة وضمان جودة المنتجات اللي بتدخل إلى جمهورية مصر العربية وحنبدأ نطبق أيضاً معايير مهمة جداً تدريجياً معايير بتتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة احنا النهاردة مصر الحقيقة يعني باستضافتها لقمة المناخ اللي حتبقى في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله احنا مطالبين كدولة أن احنا نبدأ تطبيق معايير الخضراء والمعايير الاستدامة البيئية وده للعالم كله الحقيقة ابتدى يتحرك إليه يعني اتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول بدأت تعلن أن اعتباراً من بداية عشرين تلاتة وعشرين أن أي سلع حتدخل في هذه الدول إذا ما كانتش هذه السلع تتوافق مع المعايير البيئية يإما حيتم منع دخولها أو حيتم فرض رسوم عالية جداً عليها عشان يجبروا أن المنتجات اللي تدخل تبقى متوافقة بقياً مصر ليست متأخرة عن هذه الدول وإحنا الحقيقة يعني شايفين أن احنا ده الوقت المناسب وبالذات في ظروف استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ أن ده يبقى يعني ظرف مناسب ووقت مناسب جداً أن احنا نبدأ أيضاً منتواكب مع كل دول العالم المتقدم في تطبيق مثل هذه النظم وشغلين على هذا الموضوع الحقيقة وحنبدأ فعلاً زي ما قلت لحضراتكم تطبيق هذا الموضوع بصورة كبيرة جداً أيضاً الحقيقة كان من الموضوعات المهمة اللي سهمت الحقيقة في زيادة الصدرات هو موضوع توجيه فخامة الرئيس بتعزيز الصدرات لأفريقيا وإن احنا طبعاً يعني يبقى عندنا استراتيجية واضحة ومحددة لتنمية الصدرات المصرية لأفريقيا والحقيقة يمكن يعني احنا بنعقد اجتماعات بصورة متواصلة مع مجالس التصدير اللي موجودة اللي بتمثل القطاع الخاص المصري اللي بيصدر لكل دول العالم عشان نشوف معاهم كل الحوافز اللي منشأناها أنها تزيد من تواجد مصر في أفريقيا وتشجيع التبادل التجاري ما بيننا وما بين دول أفريقيا في إطار اتفاقية التجارة الحرة اللي وقعنا عليها مع كل دول أفريقي فالحقيقة هناك العديد من الإجراءات اللي الدولة المصرية النهاردة بتتحرك فيها بقوة لتحقيق فعلا إن شاء الله الحلم في أقرب وقت تعدي أن صادراتنا إن شاء الله تتجاوز الميت مليار دولار وده يعني برضو بنعتبرها خطوة لأن مصر الحقيقة بقوتها وبإمكانياتها تستحق أن الأرقام دي تبقى أعلى من كده بكتير وإن شاء الله إحنا كدولة بنشتغل على هذا الموضوع مع كل المؤسسات الأخرى عشان نحقق هذا الحلم بإذن الله اسمحوا لي يمكن أترك المجال لزميلي معالي وزير المالية عشان برضو يعني الحقيقة يتكلم على بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة وأيضا بعض الحوافز الإضافية اللي احنا الحقيقة توفقنا عليها لتشجيع الصناعة المصرية شكرا جزيلا دوت الرئيس ويمكن نقطتين نقطة الأولى هي متعلقة بالأداء المالي عن الستة أشهر الماضية وتوقعاتنا للأداء المالي في هذا العام المالي بالإضافة إلى مؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي 22 و23 الحمد لله احنا العام المالي الحالي بعد انتهاء النصف الأول منه احنا الحمد لله يعني استجبنا لكل النفقات المطلوبة استثمارات صحة تعليم أجور معاشات وقدرنا الحمد لله نحقق نمو في إراداتنا في الإرادات الدربية بـ 15 و7 و10 وفي الإرادات بصفة عامة بأكثر من 10 ونص وأيضا على جانب المصرفات الحمد لله يعني فيه انضباط ده مالي التام وتوقعاتنا للعام المالي هننتهي بنتائج حتى أفضل من المستهدف سواء بالنسبة للدين انخفاض في معدل الدين يكون تحت 90% إن شاء الله مقارنة بـ 1 و 6 من 10 العام المالي الماضي وأيضا العجز انخفاض وأفضل من حتى المستهدف في قانون ربط الموازنة الو 6 و 7 من 10 وتحقيق إن شاء الله الفائد الأولي المستهدف أيضا بنتطلع لموازنة للعام المالي 22-23 تلبية محاط والأهداف الاستراتيجية للدولة تحسين مستوى المعيشة لاستمرار في خفض الدين إلى ناتج المحل الإجمالي وأيضا خفض العجز الموازنة وتحقيق فائد أولي مع أيضا الاستمرار في دعم الصناعة ودعم الصادرات والاستمرار في إحداث معدلات نمو تخلق مئات الألاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل الحمد لله إحنا الأسبوع دوت شهدنا خبرين يعني جيدين للاقتصاد المصري أول خبر كان دخول مصر مرة أخرى إلى مؤشر جيبي مورغان المؤشر للسندات الحكومية وده رجوع للوضع اللي كانت عليه مصر قبل 2011 مصر كانت إحدى دولتين في قرى الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط بالكامل بعد 2011 نزل الظروف اللي مارت بها مصر خرجت مصر من هذا المؤشر النهاردة بعودة مصر مرة أخرى وبتصويت أكتر من 90% من المستثمرين حوالي العالم بعودة مصر فده يدينا أفضلية لأنه بيزيد من الاستثمارات الدخلة لمصر وشهدنا فعلا بعد دخول مصر لهذا المؤشر أنه هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى خاصة في الاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري هذا الخبر كان إيجابي الخبر الآخر هو ويمكن قبل ما سيب الخبر ده أيضا دخول مصر للمؤشر بتاع الحوكمة والبيئة والنتيجة لأن مصر أصدرت سندات خضراء كدولة وحيدة في القرى الأفريقية والشرق الأوسط بتثبت للعالم أنها ملتزمة بأن مشروعاتها تكون متوافقة مع التغيرات المناخية ومع تخفيض الانبعاثات وإدرت على هذا أنها تصدر سندات خضراء في الأسواق الدولية مرتبطة بتلك هذه المشروعات الخبر الآخر نشوفنا بالأمس أصدرت مؤسسة مودز تقرير عن أداء الاقتصاد المصري وبتؤكد فيه على كل ما أصدرته قبل كده من تثبيت تصنيف الاتماني المصر وبتؤكد فيه على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري وبتؤكد على أن الحكومة المصرية استطاعت أنها بسياساتها المتوازنة أنها تنتص التقلبات الشديدة التي يمر بها العالم في موجات تضخم عالية وتكلف التمويل وإضطراف في سلسلة الإمداد لكن السياسات التي تتبع الحكومة المصرية المتوازنة وده ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو الاقتصاد المصري من 4.5 إلى 5.5 وأيضاً صندوق النقد الدولي لرفع توقعاته لمعدلات النمو الاقتصاد المصري هذا العام أيضاً من 5.2 إلى 5.6 من 10% على العكس يمكن صندوق النقد الدولي توقع أن الاقتصاد العالمي كله هينخفض من توقعاته كانت 4.9 من 10 لـ 4.4 من 10 لكنه عمل توقعات أعلى للاقتصاد المصري وقال الاقتصاد المصري هيكون الوحيد ما بين اقتصاديات المستوردة للطاقة اللي بينمو بهذه القوة وبهذه الإيجابية ده بيأكده النهاردة التقرير اللي صدر بالأمس من مؤسسة مودس الشيء الآخر أنه يعني في تواصلنا مع قطاع الصناعة وإحنا يعني سياسة الحكومة دعم كامل لقطاع الصناعة والتصدير أهداف استراتيجية للدولة يعني كان هناك مطالبات استمرار منظومة دعم الصادرات خاصة في ضوء أنه البرنامج الحالي اللي هو بنسدد كل المبالغ وخصم مع خصم يعني سداد معجل بـ 15% طالب المجتمع الصناعي أنه هو يستمر هذا البرنامج وبقوة وإحنا يعني تم العرض على مجلس الوزراء النهاردة مع تخفيض حتى المبلغ اللي هو عشان السداد المعجل من 15% إلى 8% وإحنا هنكون يعني حرسين كل الحرص على أنه هذا البرنامج يستمر بقوة لأنه بيوفر سيولة وبيساعد من تنافسية المنتج المصري اللي بيخرج للأسواق الدولية وده بالنسبة لنا هدف استراتيجي لدعم الصادرات المصرية ووصولها لمبادرة سيد الرئيس بالـ 100 مليار دولار الأمر الآخر كان متعلق بضريبة العقارية لقطاع الصناعة تم العرض على مجلس الوزراء النهاردة ووفق مجلس الوزراء على أنه التحرك بسرعة في أنه إحنا بالنسبة للضريبة العقارية لقطاع الصناعة يتم تقديم مقترح بأن هذه الضريبة ترفع عن قطاعات الصناعة لفترات زمانية خلال الفترة القادمة عدة سنوات حتى يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها أيضاً إن شاء الله بإذن الله مع اكتمال الميكانة الكاملة للمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية هذا العام إن شاء الله سيشهد حل كافة الأمور المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية وإن شاء الله بإذن الله سنتقدم لمجلس الوزراء الموقر باقتراح أنه نفتح مرة أخرى تسويت المنازعات الضريبية المتركمة بحيث أنه نحن إن شاء الله مع بدء الميكانة الكاملة للنظام الضريبي المصري في 1-7 القادم نتخلص من كل المنازعات الضريبية وكل الملفات المتأخرة شكراً جزيلاً دولة الرئيس شكراً دولة الرئيس أنا لو تسمحوا لي أنا أحب أن أناوه عن الإجراءات أو المنظومة اللي احنا بنشتغل عليها للارتقاء بجودة المنتجات بشكل عام في السوق المصري احنا بتكلم إن احنا بتدينا نشتغل في ضوء زيادة معدلات الصادرات وإحنا عايزين إن احنا نصل لمستهدفات بمعدل نمو متزايد وإن احنا بإذن الله إن شاء الله حطين خطة مع المجالس التصديرية هذا العام إن احنا نصل لمعدلات نمو ممكن لا تقل عن 20% عن ما تم تحقيقه ده شيء متحفز ولكن أنا بنتمنى إن شاء الله إن احنا نصل لمعدلات تصديرها عليها لكن على الجانب الآخر هناك مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية خاصة المنتجات الواردة لنا وفي نفس الوقت إن احنا الالتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية سواء للوارد أو للمصدر كل ده أولا بغرض إن احنا نضمن جودة المنتجات اللي بتخش عندنا في سوق المحلي وعلى الجانب الآخر إن احنا نساعد في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية احنا على الجانب الآخر بنشجع الصناعة المصرية إن هي تلتزم بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج بهدف التصدير بما يساعد في تنفسية المنتجات المصرية في الأسواق بالإضافة لإن احنا خلال هذه الفترة واتجاهنا للطاقة النظيفة والاستخدام المنتجات الخضراء إن احنا نبتدي نشتغل بتقديم دعم فني من خلال وزارة التجارة والصناعة من خلال مركز تحديد صناعة من خلال مراكز تكنولوجية نحنا نبتدي نقدم الدعم لكل المنتجات عندنا وكل أصحاب المصانع بحيث إن احنا نرتقي بمنظومة الإنتاج معاهم بما يتناسب مع المعايير الدولية التي تفتح ليهم أسواق أكثر وفي نفس الوقت نحنا نضمن احتفظنا بنفس الأسواق على الجانب الآخر احنا حطين سياسات تستهدف دولة الرئيس وضح إن احنا حنبقى لينا بعض الاشتراطات وخاصة في الاستراط كل ده لهدف إن احنا نحافظ على جودة المنتجات التي بتدخل للسوق المصري ومدى ارتقاها ومدى بتبقتها للمصافات برضه عشان نقدر نصل إن هو يتناسب مع المنتجات المناسبة للمواطن المصري بشكل عام بشكل عام احنا خلال هذه الفترة تم اتخاذ بعض الإجراءات وكان مؤخرا منذ شهر إن احنا كنا أصدرنا قرار وزاري خاص بشأن اشتراط عدد من المعايير الواجب توفرها في المركبات كان الأساس منها وإحنا بنصدر هذا القرار هو الأمن والسلامة لمستخدمي هذه السيارات وكلها شروط منطقية جدا كانت عبارة عن اشتراط الحد الأدنى من توافر الإيرباج الموجود في العربية إن احنا يكون في مركبات سيانة معتمدة إنه يكون كمان على الجانب الآخر متوفر قدر من قطع الغيار اللازمة لهذه السيارات أنا أديد ده على سبيل المثال إن ده ممكن يكون قرار أو إجراء من ضمن الإجراءات اللي احنا ممكن نتخذها في هذه الفترة كل الغرض منها الأساس إن احنا ضمان جودة السلع المستوردة الواردة لين شكرا شكرا معالي الوزير شكرا معالي الوزير ويمكن اسمحولي اختتم الكلمة النهاردة إن احنا بنؤكد من خلال هذا العرض يعني توجه الحكومة القوي جدا والداعم الكامل لتعميق الصناعة المحلية وتعميق الصناعة وقدرات المصنعين في مصر وانفتحنا الكامل على وترحبنا لمزيد من الاستثمارات الخراجية في كل قطعات الصناعات المختلفة اللي النهاردة بتخدم الاقتصاد المصري مصر اقتصادها كبير جدا وعدد سكانها الحقيقة النهاردة فوق المئة مليون وبالتالي هي سوء واعد وسوء كبير وسوء جاذب للاستثمار الحقيقة احنا شاهدنا في الفترة اللي فاتت بالتأكيد طفارات في قطاعات اخرى ولكن كان دائما الكلام من الخبراء والمعلقين إن قطاع الصناعة ما زال لم يخطب نفس السرعة لكل القطاعات الاخرى ولكن خلينا نخب بالنا إن قطاع الصناعة دائما بيستلزم وقت زمني معين عشان يقدر إن هو يبني المصانع بتاعته أو ينشئ الصناعات ويبدأ خطوات الانتاج وده بيبقى خطوة دائما بتاخد وقت يمكن أطول من عدد من قطاعات الاخرى ولكن في نفس الوقت أعتقد كل الخطوات الإجرائية والقواعد والقوانين اللي وضعتها الحكومة المصرية بتوجيه من فخامة الرئيس النهاردة لدعم هذا القطاع ابتدينا نشوف ثمارها النهاردة كبداية في عام واحد وعشرين وإن شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم إحنا باجتماعاتنا المستمرة وحنتفضل مستمرة مع كل القطاعات الصناعة الموجودة في مصر ومجالس التصدير كل هدفنا وشغلنا لشاغل كحكومة كيف ندفع هذا القطاع لتحقيق طفرة كبيرة إحنا مش هنكتفي فقط بمعدلات نمو واعتيادية ولكن هنبقى مستهدفين طفرات كبيرة في هذا القطاع لأن هذا القطاع طبعا من قطاعات المهمة جدا اللي بتحقق الأمن القومي في تأمين احتياجاتنا كاقتصاد وكدولة كبيرة وفي نفس الوقت بتحقق لنا اعتمدنا والذاتي على مقومتنا وعلى قدراتنا الانتاجية بإذن الله أنا بشكر حضراتكم في النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته